بلسان المقارنة وتوصيف المشهد في سوريا ينطق من عاش سنوات يشهد سطوة الحرس الثوري الإيراني وتهديداته للغرب ينطق بنتائج وحصيلة الخسارة في صفوف الحرس الثوري سيما مع حجم تهديده لأمريكا وإسرائيل والحصيلة على الأرض تسجل مجدداً سقوط أربعة قتلى من عناصره على رأسهم مسؤول استخباراته في سوريا ونائبه في الضربة التي قالت إيران إن إسرائيل شنتها على مقر اجتماع للحرس الثوري في دمشق يحدث هذا تزامناً مع تهديد أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن بدأت أذرع إيران باستهداف مصالح أمريكية وأتهامات واشنطن لإيران بمد الحوثيين بأسلحة ودعم الحرس الثوري لهم ضمن عملياته في البحر الأحمر لمقارنة جائزة بحسب المنظور العسكري في مجريات الأحداث حيث المعادلة التي استهوت عقول كثيرين من دعاة القوة الإيرانية ونفوذها وأسلحتها باتت اليوم مثار جدل وحكاية خسارة في صفوف عناصره سيما من يتواجد في سوريا ضعف القدرة العسكرية الإيرانية الذي بدأ واضحاً من خلال الهجمات التي تستهدف عناصر الحرسها الثوري على يد ضربات وعمليات أمريكية وإسرائيلية بالإضافة لتصنيفات أذرعها في المنطقة على قوائم الإرهاب واستهداف أراضيها بعملية باكستانية مؤخراً يوحي بحسب غرف الخبرة العسكرية بالهالة الوهمية التي وضعتها إيران لنفسها متذرعة بها في الاستقواء على سيادة الدول كما فعلت في أربيل وسوريا وباكستان اشتركوا في القناة